نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري 14 زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك لزيادة الوعي الفكري والمعرفي لدى شباب الجامعات والمدارس بالإضافة إلى تنفيذ 48 دورة تدريبية للتربية العسكرية بالجامعات الحكومية فضلا عن 210 دورات بالجامعات والمعاهد الخاصة يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى شباب المجتمع حيث قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري أيضا بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزرات والمدريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العبلاقة لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة